موسيقى أكثر من أربع سنوات ألم تكفي لتكوين جيش وطني حقيقي وحل مشكلة القوات المشكلة خارج المؤسسة العسكرية؟ لماذا أصبح الجيش مجرد أرقام في الكشوفات وغاب عن الفعالية الحقيقية؟ ما تأثير تدخل نفوذ القبل والحزب في تعينات الجيش؟ موسيقى أهلا بكم خلال ثلاثة عقود هي ماد حكم المخلوع صالح كان الفساد الإداري والمالي والحسابات المناطقية والحزبية هي السمات الأبرز في المؤسسات العسكرية المؤسسات العسكرية ذاتها التي تبخرت يوم أسقطت ميليشيا الحوثي الدولة في غضون أيام اليوم وبعد أربع سنوات من الحرب وتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لم يتغير وضع الجيش كثيرا تقول المعلومات إن الأرقام الوهمية والعصبويات القبلية والحزبية لازالت تسيطر على الجيش الوطني عدم وجود مركز قرار واحد يساهم أيضا في تشضي الجيش وتحوله إلى جزر متناثرة الجيش في مأرب يختلف عن الجيش في عدن يختلف عن الجيش في تعز والحديدة وحضر موت فمن هو المسؤول عن كل هذه الاختلالات داخل مؤسسات الجيش التي ينتظر منه أن يكون الضامن الأول لأحلام اليمنيين بالدولة الاتحادية متجهون إلى نجران في طريق العودة إلى بلدهم مئات المجندين اليمنيين في معسكرات الجيش السعودي ممن تم استقطابهم للقتال على الحدود السعودية المقطع يظهر محتجين يتحدثون عن بيع القيادات العسكرية لهم وخذلان الجانب السعودي تقول المصادر الإعلامية أن هناك قرابة خمسة آلاف مجند تم نقلهم إلى الحدود اليمنية السعودية يقادون إلى جبهات قتالية لمواجهة ميليشيات الحوذي للدفاع عن الحدود السعودية دون زاد أو تغذية أو إسناد حقيقي ليزج بهم في معارك خاسرة صفقات بيع المجندين اليمنيين للقتال على الجبهات السعودية إحدى بوابات الفساد العسكري الذي يلف المؤسسة العسكرية وما أكثرها يقول عسكريون أن الخلل ليس في جاهزية الجيش المقاتل بل جراء المحاصصة الحزبية والقبلية للمناصب العسكرية نهيك عن الأسماء الوهمية التي تقول بعض التقديرات إنها تجاوزت 120 ألف اسم وهمي في مأربة وحدها تقاسم المناصب العسكرية بين نافذين القبليين وحزبيين وتعيين قيادات لألوية عسكرية تؤكد أن ما يعتري المؤسسة العسكرية من فساد في عهد شرعية هادي لا يفرق كثيرا عن ما كان يحدث في المؤسسة العسكرية إبان حكم المخلوع صالح لكن ما هو أكثر من ذلك هو تأثر المؤسسة العسكرية بهذه الإجراءات التي انعكست بصورة مباشرة على العمليات العسكرية إذ تتهم هذه القيادات بالافتقار لقواعد التكتيك العسكري وقوانين الحرب وأعراف وتقاليد العمل العسكري فزجت بالكثير من الأفراد في معارك وتكتيكات بدائية ضد مليشيات مدربة على أيدي خبراء إيرانيين ولبنانيين لهم دراية ومهارة بأسس وقواعد المعركة الحديثة أكثر من أربع سنوات لم تكفي لتكوين جيش وطني حقيقي وحل مشكلة القوات المشكلة خارج المؤسسة العسكرية فقد أثقل الجيش بأرقام وهمية في الكشوفات وغاب عن الفاعلية الحقيقية كثيرة هي التصريحات والاعترافات بفساد الجيش وأثر ذلك على معركة استعادة الدولة لكن ذلك لم يدفع الرئيس هادي أو القيادات العسكرية لإبداء موقف للحد من الفساد وتصحيح وضع المؤسسة العسكرية ساهم التحالف أيضا بتوسيع دائرة الخلل في المنظومة العسكرية من خلال إعاقة تشكيل جيش احترافي وخذلانه في أشد المواقع حساسية وبداية المشاهدين الكرام أرحب بكم وبضيفي الذي سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز السيد وليد الخولاني وهو جندي سابق وسينضمعه آخرون عبر الهاتف مساء الخير السيد وليد مساء الخير عليك وعلى مستمعي قناة القيص أهلا بك سيد وليد أربع سنوات منذ تشكل الجيش الوطني الذي نراه اليوم نرى قياداته في مأرب وألويته في محافظات عديدة محرارات في البداية حدثنا عن ظروف تكون هذا الجيش بسم الله الرحمن الرحيم أولا أربع سنوات منذ تأسيس الجيش الوطني كان الأولاء بهذه القيادات أن ترتقي بمستوى الجيش إلى مراحل متقدمة في نطاقة الجاهزية القتالية والعملياتية والفنية لكن بعد أربع سنوات تظل الأمور كما هي هناك قصور هناك تشكيلات تنشأ هنا وهناك خلافات بين الألوية فيما بينها البين وكأننا نفتقر إلى القائد وكأننا نعمل ضمن مؤسسات عسكرية كأننا نعمل ضمن جماعات وولاءات سنتحدث عن اختلالات كبيرة يعاني منها الجيش سيد وليد دعنا نناقشها مشكلة مشكلة لنتحدث بداية عن مشكلة الأسماء الوهمية يعني العديد من الألوية التي تحوي آلاف من المجندين ولكن على أرض الواقع لا يتجاوزون المئات من المتعارف عليه في جميع الدول العالم أن الدولة أو وزارة الدفاع تقوم بحصر وترقيم القيش وليس القيش فقط بل تقوم بترقيم أيضا الآليات والمعدات القتالية لتعرف متى قهزية قيشها وقوته ومتى قهزية السلاح ولكن هنا في بلدنا لا زال القيش لم يرقم في كل الوحدات القتالية وأعتقد فقط محور تعزو الذي قام في الترقيم وهذا خلال كبير لأن تعايت عمد القادة العسكرين عدم قبول لقان الترقيم أو عدم طلبها حتى يظلوا يمارسوا عمليات ابتزاز ونهب لأموال كثيرة من وزارة الدفاع ومن التحالف بأسماء وهمية أسماء موجودة على الورق ولا تقد على كشوفات ولا تقد على المسرح العملياتي والقتالي يقولون بأن هناك ألوية وخصوصا على الحدود السعودية وفي محور صعدة وفي مارب وحتى في تعز هذه الألوية لا يتواجد فيها الأفراد كما يتواجدون في كشوفات المرتبات نعم هذه الإشكالية سيد وليد أتذكرها في عهد صالح وحين نتحدث عن جيش وطني فنحن نفخر بهذا الجيش أنه بعيد عن كل اللوثات التي كانت في الجيش السابق نعلم عدد الأسماء الوهمية نعلم عدد الفرار الذي يتم أخذ رواتبهم وعدم تثبيت وجودهم من عدمه يعني هل نعيش نفس الإشكالية السابقة؟ أعتقد أننا نعيش نفس الإشكالية ولكن بنسبة أقل وبإمكان القيادة الشرعية ورقالة الدولة العسكريين الحد من هذه الظاهرة بإنزال لجان تتمم على القوى البشرية وعلى القاهزية البشرية للأفراد والمعسكرات والألوية ليست بذلك الكام الذي كاننا نعهده في عهد النظام السابق حيث كان اللواء العسكري يبلغ تعداده بالآلاف والمتواقدين لا يتعدون المئات وهناك أيضا مشائخ يلحق بهم الألوية ويتم تعيينهم قادة الألوية لا يقدم على المسرح العملياتي ولا على الأرض ولا يتواقد القند في المعسكرة في بيوتهم ويأتوا آخر الشهر يستلموا مرتبات بإمكاننا مع قليل من الإقراءات أن يحد من هذه الظاهرة الخطيرة وهذه تعد ظاهرات فساد يقوم بها القادة بزق أفراد وهميين أو حتى بعضهم من المتواقدين يتقاسموا معهم المرتبات لغربات الإثراء الغير شرعي نعم إذن يعني إذا انتقلنا إلى إشكالية أخرى وهي مشكلة التسليح وعلاقة التحالف بهذا العمر حين نتحدث عن ألوية جديدة بدأت من الصف تقريبا كثير من الجنود الجدد وأيضا معارك تستحدث على الأرض كيف هو التسليح من وجهة نظرك؟ هل تجد أنه بما يليق بالمعركة؟ موضوع التسليح موضوع يختلف من جبهة إلى أخرى فهناك بعض القبهات فيها تسليح عالي كجبهة الحديدة كجبهة مأريب لكن هناك جبهة أخرى كجبهة تعز لا يوجد فيها التسليح كالذي نعرفه ونشاهده في الجبهة الأخرى وكأننا نتعامل أو كأنهم يتعاملون مع قيشين أو ثلاثة قيوش هذا القيش يعطى له دبابات وأسلحة وكاسحات والقيش الآخر لا يعطى له أكثر بكثير ما يعطى له أو ما يسلم له هي رشاش 12 سبعة لماذا لا يعترض قائد محور تعز؟ لما يقبل بأن يكون لتعز النصيب الأقل؟ أو ألا شيء يذكر في مسألة التسليح؟ ما الذي بيده قائد محور تعز؟ قائد محور تعز لو كان بيده الأمر لطلب السلاح ولا حقق إنقاذ التحسب له ولسمعته ولسيطه الأمر ليس بيده وحتى أعتقد أنه يخرج عن نطاق الحكومة الشرعية الأمر بيد التحالف وهم المخولون في هذا الشيء نحن لا يمكن أن نلقي باللوم على قياد محور تعز أو على القيادة العسكرية نحن نعلم أن هذه الدولة كانت مصفرة في بنوكها وفي اقتصادها ولا تستطيع الدولة استيراد أي سلاح أو شراء وكل من يأتي بالسلاح ويشتري السلاح ويأتي به ويوزعه هو التحالف نعم إذا نسمح لنا وليد الخولاني أن ينضم معنا سيادة العقيد يحياء الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري عبر الهاتف من مأرب مساء الخير سيادة العقيد سيادة العقيد نتحدث عن كثير من الاختلالات يواجهها الجيش الوطني اليوم يعني برأيك أنت ما هي أبرز هذه الاختلالات رغم مرور أربع سنوات على تكوين نواته الأولى أولا لا يجب هناك اختلالات بهذا الحج الذي يجب تحديلها الحمد لله بسبب الله عندي أفضل خالف السجاج يعني في سنواته وفي غروف تعطية وغروف حرب كما يعلم الجميع وتشكتلت التفاعب والألوية العسكرية بعد أن كانت أنشفة جداً وكانت عداء الوعين أو التفاعب المحدودة الآن أصبحت ألوية كبيرة جداً وأصبحت دوائر بسبب الله بكل دوائرها الموجودة تثنيناتها تأسيساتها للجيش الوطني والأمان وتنظيم تنظيم حيثة دوائر وإنشاءها وتثبيتها على أرض الواقع ونظف عملها على أرض الواقع اليوم الجيش الوطني أقوى بكثير من المكان وأطوى بكثير من المكان صحيح ربما نتعضل الاختلالات البسيطة ربما غطف العملية نظرهم حالة الحرب التي يعيشها البلاد بينما نقوم بوجهات شخصة مع عدل وغاشل التي تتولى على مصر الأسفلية بكل سلاحة واعتادة ما هي هذه الاختلالات البسيطة من وجهات نظرك؟ هل لا حدثتنا عنها؟ السلالات بمعنى السلالات في هيكل الجيش لا يدونها كسلالات ولكن هناك معروحية من قصور في بعض الجوانب الآن هناك دائرة السلالات في هيكل الجيش الوطني عندما نظرنا البسيطة هناك مدى أرضاق من العشكري الآن أبواتب من هذا الشبوع السبوع ونوجد أبطاقة العشكرية هناك الآن انضباط مئة في المئة هناك الآن القوة حقيقية لا يدعي قوة وهمية هناك الآن تناغم في جميع دوائر رجالة الدفاع ويقول أن يقوم بعمله الآن نمر منظمات بشكل سبيل جدا أفضل بكثير مكان ثم نحن من أفضل إلى الأفضل ومدارة عملية تطوير وتأهيل أيضا القيادات العشكرية القيادات البيدانية والقيادات الإدارية جالي على قدم المساق والحكومة والقيادة العسكرية ناضية في كل ما يتوسعها فما يعلم الجميع الجيش بدأ من الصدر يظل وضع حرب يد تقاتل يد ناشك على الجنات ويد تبني الجيش تبني مؤسساته يظل وضع صعب قد عد ما يمكن بناء أي جميع بهذه الطريقة إلا في الجميع نحن حالة نادرة أن أصدعنا النواتب عن الجنات بناء الجيش المؤسساته وأن رأي حجب مؤسساته وأن رأي حجب مؤسساته وأن رأي حجب مؤسساته وأن رأي حجب مؤسساته وعلى كل مؤسساته نعم إذن اسمح لي سيادة العقيد أن أنقل كل هذه النقاط التي ذكرتها لأستاذ عبدالعزيز الهداشي وهو الخبير العسكري عبر الهاتف من الرياض مساء الخير سيد عبدالعزيز أصعد الله متأكم ومساء أظيفك الكرام نعم بداية الحلقة تحدثنا عن بعض الاختلالات التي وجدناها في الجيش الوطني وربما فصل فيها الجندي السابق وليد الخولاني وكان معنا أيضا العقيد حياء الحتمي الذي يقول بأنه لا توجد اختلالات بهذا المعنى هناك اختلالات بسيطة أو قصور في بعض الجوانب لكن هيكلية الجيش قائمة الرواتب سيتم استلامها من هذا الشهر بالبطاقة العسكرية الانضباط تقريبا مئة في المئة القوى حقيقية لم تعد أو لا توجد هناك قوى وهمية هناك تناغم وكل فرد يقوم بعمله هناك سير للأفضل عام تلو العام والتطوير والتأهيل قائم لجميع القيادات على العكس ويجد أنه من الحالات النادرة التي يتم فيها تكوين الجيش بهذه الصورة تحارب ويد تبني الجانب الفني كما وصف ما رأيك أولا الأخي الحاسمي هو ناطج رسمي للقوات المسلحة فمن حقها أن يقول هذا الكلام لعلك تذكرين قبل أكثر من أسبوع أين أترت معك في هذا البرنامج قضية الجيش الكرتوني والجيش الورقية والجيش الوهني لإثبات الحالة فقط أريد أن أقول للأخ يحيا عندما فتحوا جبهة جانية وعرادوا تشكيل ألوية لإنزالهم لجبهة جانية لم يجدوا ألوية حقيقية في مارف كلها كانت أسماء وهمية أو ألوية وهمية أو ألوية كرتونية مما أضطر الجيش الوطني وجانس الجيش الوطني إلى أسحب لواة من جبهة نهمة هو لواة 117 وما يعرف باللواة العفاري ورغم هذا كلها لواة غير كافية لجبهة جانية فدائما نشاهد ونرى أن القبائل المحيطة بالمنطقة هي التي تسارد اللواء ولا تجد ألوية مساردة هناك عشرات الألوف أو مئات الألوف من الجنود ويسم الدفعين الجنديل لتحرير جبهة البيضاء من اتجاه جانية لماذا لا يسم إنزال أربعة أو خمسة ألوية من الألوية الراجلة في جبهة مارف ما هي الفائدة؟ الحقيقة إن الفساد مستشري إلى درجة لا يمكن تطورها وأنت ذكرت بداية الحلقة أن الفساد كان في عهد عفاش إلى حد ما هناك ألوية لا يوجد بها أكثر من مئة جندي وهي مسجلة بالآلوف فإنما في عهد عفاش تصل المستشري في أسوأ الحالات إلى خمسين في المياه هنا ألوية تصل إلى ما يقارب تسعين في المياه وهمي هنا مقتربين وشاهدوا مقتربين ورواتهم جارية ورواتهم جارية في المعرب الأداوة والأمر الذي أقول للأخيحي الحاسمي أنا لا أتهم ولكن ولا أبر أيضا ولكن حتى المرافقين حقا محافظ حجة محافظ حجة صوفيا الحوتي ينسل ورواتفهم في المعرب هناك مقتربين أقول لي في قضية أخرى في مواحد جاعد في أمريكا عمره ما دخل اليمن من قبل 2005 سأل عبد يستلم راتب من المعرب أو أهل يستلم راتب من المعرب القبية الفساد وصل إلى درجة كبيرة دعيني نتقل إلى نقطة أخرى من نقاط الفساد غير هذا دعيني نوجه للأسوال الأخيحي الحاسمي بأي حال بأي حاجة تنتعين طب عمره أو مراهق عمره 22 سنة قائد الأول مدفعية بأي حاجة تنتعين مراهق أو شاب عمره لا يتعدى الخمسة غير سنة أركان حرب الواء المي وإذا أحب نسأل بأي حاج أو بأي لماذا تم تعيين الشاب والحاج عسكري في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أخلي البساطة أحمدي أغلال جيش عندما أقول أنه جيش كرتوني فهو جيش كرتوني جيش على الورج لا أتكلم عن الذي في الجبهات جوية الرواتب يتم خصم رواتب على الجنود بالعجل يتم خصم رواتب على الجنود المرابطين حتى يتم تطفيشهم من الجباه ليأخذوا رواتبهم كاملة لحل مشكلة الرواتب لماذا لا يتم تحويل الرواتب عبر الكريمي أو عبر البنك لماذا يتم الخصومات أغلب تطاعة الجيش تشتكين الخصومات أما جوية المناطقية فأعتقد والكل يعرف أن أغلبا للجيادة في مارك من مما الجيادة الأسقرية للجيش الوطري في مارك والجوز هم من محافظة معينة وأو من محافظة معينة وأو من منطقة معينة وتم استبعاد أغلبا للجيادة حكى المحافظة المصطى والجيادة حكى المحافظة الغربية وأصبحت حكر على محافظة معينة حكر على أزال نعم إذا سمحتني فقط طرحت كثير من النقاط وأعتقد أن العقيد الحاتمي يستمع إليك وسأترك له فرصة لرد وأن قل له فقط تساؤلك الأخير وهو تعيين صغار السن في كقادة ألوية قادة لواء مدفعية وأركان حرب لواء وملحق عسكرية أيضا كلهم لا يتجاوزوا الـ 25 عاما وكثير من النقاط تم طرحها سيادة العقيد كيف ترد؟ بالنسبة لسؤال صلح عبد العدي الأخير حقا تعيين عسكرية لسيادة السن على أن الضغطان في البداية يعتمد على الأشخاص يستطيعون الحجل على قوة الحجل هناك تخصيات اجتماعية تأثير كانت تستطيع من حجل القبائل لديها حضور جماهري لديها حضور اجتماعي لديها قبائل تأثير لديها قبائل هذه السخصيات من أجل الحجل بالأجل استشعالية هذه الألوية لأنهم من المظلومين ومن الناجدين ومن الذين شردوا من ديارهم اتطاعوا أن يحشدوا من مناطقهم من أجل تحرير مناطقهم اليوم هذه القياجات تشارك سعالية وتحقق انتصارات كبيرة جدا لديها أبدا معركة الألواء المسرعية والمج الآن في سعدة والمجل والمجل في سعدة كل هذه الألوية الآن كانت تتهم أن قيادتها صغيرة للسن الآن تثبت تثاريتها في الجبهة على عضو الواقع وأثبت أنها تنبت الحيثة وصدرها 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 وتتقدم في عضو المعركة وصدرها وصدرها بالنسبة السؤال أيضا عن جبهة قائلية وصدرها 117 المجل الجبهة قائلية هي تتبع عمليا المنطقة العسكرية الشابعة فالهو 117 كانت شارك واحدة فقط وإنما فتحت الجبهة قائلية تم سحب تتجاه من نهن أنهن تحتاج الجبهة قائلية الجبهة قائلية أشبحت أرعا أرصى حتى من 5 ثاني في مصر وهذه مسافة جديدة وتحتاج لقوة بشري هائلة فتم تعجزها ما يقول عن هناك مجمدين مقتربين أو هذه الأشياء البطيطة تحتاج أحيانا على قادة الألوية أو أحيانا يعني قادة بعض الألوية يمكن أن يستروا على بعض الأشخاص لكن ما يهم هنا أنه لا يجب الزواج ما يهم هنا أن الأسماء غير متررة ولا يجب الزواج والأسماء حقيقية ثلاث أسماء وهمية من الأشخاص المسلم ربما لا يقاعد الوائد غاض عن أو يعطي إجازة يساف الخالد أو لا يتحصل في الجذا ولكن عمليا هو اسم حقيقي وموجود ولا يجب الزواج تم معا قريطة الزواج سلاما وتم أفصل كل من الزواجين وتخييرهم لأن البقاء الوحدة واحدة أو أفصل الزواج من الجيش وتم القضاء على قريطة الإجراج جنائيا ولا يجب أي إسم وهذا ما يهمنا أن قريطة الحضور من عدم هذه إن شاء الله في الحل القاتبة سيتم التخطيق منها وسيتم برطة نحن العام في المرحلة الحرب ونحتاج أن نجد أيضا نزيد عاليتنا ولا نستطيع أن تطلق كل القواني في هذا المرحل نظرا للحرب لا في معيشها لكن كل يوم نأتي بجديد كل يوم ونحن نتقدم هذه المشاكل البطيطة لا يكون مشاكل ولا يكون أن تعتبر أخرى في الجيش أو أن هم أنزام للبال نعم سأودي إليك سيادة العقيد أنت والأستاذ عبد العزيز وأن تحقيق وإدعى العرض تحقيق التطويرات جهيرة وإعلام التحميل والتحميل أيضا من هذه المشاكل البطيطة التي تعتبر زردية وتعتبر على بعض الثالثة أو حالات أو حالات الكتاب سأعود إليك سيادة العقيد هذه المشاكل عموما نجهة نظرك لساة بسيطة ولكن الأمنة نظنها عميقة ولها شأن كبير في هيكلية الجيش وفي بنيته لكن اسمح لي أن نأخذ رأي الأستاذ وليد الخولاني وهو جندي سابق أستاذ وليد أنت استمعت لحديث الأستاذ عبد العزيز وكذلك الأستاذ يحيى ما هو تعليقك على ما سمعت أقول للأخ يحيى إذا كان على ما يقول بأن المعاشي القادم سيكون بالبطاقة العسكرية فأنا أقول له بأن المحاور القتالية في الجمهورية بالكامل لم تنزل إليها لجانة ترقيم عدم حور تعز في قتل الذي تم فيه الترقيم وتم قطع بطايق للأفراد أما في مارب والقوف لن تنزل أي لجنة عسكرية لترقيم الأفراد ولو يمنحوا أي بطايق صادرة من وزارة الدفاع كل ما يحملونه هي بطايق خاصة بالألوية بطايق انتساب للألوية وليست بطايق صادرة من شؤون أفراد وزارة الدفاع فعن أي مرتب سيدفعه بالبطاقة العسكرية يجب نحن أبناء الوطن ونتمنى أن يكون لنا قيش قوي ولا يعيب علينا أن تكلمنا عن فساد أو عن قصور بل بالعكس المفروض أن تكون كلامنا هذا ونقدنا هذا فائدة للقادة العسكرية اللي يقوموا بتصحيح هذه الأخطاء أمد أن يقول ما أن يقول بأن هناك صرف بالبطاقة العسكرية والقاصي والداني يعلم أنه لم ترقم ولم تنزل أي لقان ترقيم إلى قبهة ماريب والقوف وكل القبهات وما تم من ترقيم فقط في محور تعيز وأنا مسؤول عن هذا الكلام نعم إذن داني أسألك فقط يعني لما التعريف لديك بجندي سابق يعني ما هو السبب الذي جعلك تخرج من الجيش أعتقد ما ما جعلني أخرج من الجيش هو تلك الحالة التي عاشها الشعب اليمني في 21 سبتمبر عندما ترك ذلك كوم الجيش الذي صرف ميزانية الشعب وموال الشعب هذا الشعب البأس الفقير القاوع يعني أنت جندي سابق في الجيش السابق 2015 نعم نعم كنت في الجيش السابق في الحرس القمهوري ولا يشرفني أن أنتسب الوحدة عسكرية باعت هذا الوطن وسلمت سلاحها الثقيل وعتادها لميليشيات قادمة من الكهوف معي بأن نبقى في هكذا جيش سلخ الشعب وقتله وهدم منزله وهدم داره وقضى مضقعه جيش لا يحمي مواطن لا يشرفني أن ننتسب إليه نعم أعود إليك أستاذ عبد العزيز أستمعت إلى بعض ردود العقيد يحيا وهناك من يتسال أيضا في مسألة الأسماء الوهمية والتي ربما لم يرد عليها بوضوح سيادة العقيد وربما أكثر من ضيف أيضا تحدثوا عن وجود مئات الآلاف من الأسماء الوهمية لدى الجيش الوطني أيضا مسألة الصغار السنة الذين تم تعينهم قال بأنهم أثبتوا جدارتهم وهذا هو الأهم أنهم في الميدان ويثبتون جدارتهم هل هذا العمر كافي برأيك أول حاجة أول حاجة الأخي ذكر أن المجندين الصغار أثبتوا جدارتهم أي معركة خاضها الواء المجل أنا مش عارف أي معركة خاضها الواء المجل لم يقض معركة واحدة حتى الآن هو قاعد يستلم الرواسف والحواثز داخل المعرب اللواء الأول مدفعية هذا الواء وهمي مش موجب على الطبيعة أصلا مش موجب على الطبيعة هو الواء يعني مجرد من اللواء الأول مدفعية ثانيا الشفقية الاجتماعية يفترض أنهم يقصد أنهم شيخ قبائل قاعد اللواء الأول مدفعية أخو قاعد اللواء مع الحودي أخو خالد قاعد اللواء مع الحودي ويباتل مع الحودي وحجب جماعته وربع وأصحابه وفداتلهم مع الحودي اللواء المجل الراجل هرب مارف والمجندين حقا اللواء هم الرجل من الزمار والمجندين هم من أب ومن تأز ومن البيضاء مش عارف كيف حشد هم ما قدر يحشد جبائل ورجعوا عادوا الأفران سيعينوهم لأنهم وجهة جبائل ليس إلا لن يحشدوا يعني قاعد اللواء والمسيحية أخو قيادي مع الحودي لجما يتكلموا وأبو كان قيادي مع عفاش يعني أنا لا أحب أذكر الأسباب هذا الكلام الشيخ قابل يطرد يعني جبائل في قاتل مع الحودي ويتم تعينه قاعد عسكري في مارس يعني حاجة يرهيبة يتم استكتاب هؤلاء القادلين على الحش إذا قدروا يحشدوا جبائلهم أما نحن نجهز لهم من أب ومن تعز ونقول فضل لأنك من الهضب المقدسة لا هذا ما يصلح شيء منظن إذا كنا ننتقل إلى نقطة أخرى أنور تفضل كنا ننتقل إلى نقطة أخرى غير قضية الكشوف الوهمية الأن بعد أربع سنوات من الحرب وما إلى ذلك غرفة العملية غرفة العملية وقيادة المعارك لا تتم على تبيل المثال لننتقل إلى علامة سوى الجمهورية ولا علامة سوى الجيادة في مارب علامة سوى جبهتي جانية والملاجم التي يبعد المسافة بين 50 كيلو تشتغل جبهة الملاجم الحالة وجبهة جانية راقبة ثم تنقل جبهة الملاجم وتتحرق جبهة جانية هذا بصرف البيادة بصرف العسكريين في فساد في شغلاء أخرى ما يصفقات ماذا لو وقف التحالف على الانسحاب من اليمن ما يصفقات السلاح التي اشتراها الجيش كم طائرة هذو كرتر يشتريها الجيش لماذا لم تتوبع موازنة لشراء أسلحة احنا معتمدين الآن بنسبة 100% على دعم التحالف العربي قبل قبل أسبوعين أو أكثر ومن خلال برنامج هذا قضية عدم الجيش وعانم الغذاء والكلابية عبر رئاسة الأركاب مش عبر نا يعني ماذا لو سحب التحالف العربي أنت تتحدث أستاذ عبد العزيز عن جيش يفترض به أن يسلح ولكن يعني هو يعاني من الجوع يعني يبحث عن الغذاء عن التموين وهذه إشكالي أكبر ربما يعني طمحت إلى أعلى مستوى في بناء الجيش ولكن ما هو أدنى لا يوفر لأفراد هذا الجيش نتيجة فساد القيادة العسكرية وعدد اسمامها بالموضوع يجب إيجاد موارد ثابتة لهذا الجيش يجب يعني تجلس الجيش على الطبيعة لأن الجيش على سبال الوحمية أخذ سرواسد يجب تجفيف مناب على الفساد يجب أن يكون هناك إيراد ثابت للجيش يجب شراحة سلحة للجيش يجب شراحة دبابات للجيش يجب شراحة زخيرة للجيش يجب شراحة طائرة 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 مروحية ومساندة للجيش ماذا يجب يجب تحالف العربي سوف ينوار الجيش في ساعات على ذكر الحوثي لا يقاتل بأسلحة سجيلة ويقاتل بأسلحة شخصية وبأسلحة متوسطة الجيش عندنا دائما يشتكي من قلة السلاح نحن نحن الآن أمام كارثة يقول لك التحالف ما دعمنا طائرة طالما التحالف ما دعم شي لاش تتقدم طائرة لاش ما يكون الجيش مع مقزل سلاح لاش ما يشتري ما بضعين أربع سنوات يعني تقام دول فيها وتنهار دول نحن مكان في نقطة الصف بمجرد بمجرد أن ينسح بالتحالف العربي سوف تتلاجل شرعية والجيش الشرعي يجب أن نفكر للمستقبل يجب أن نفكر بالتفكير عسكري الجوية يقول لدي 500 المقاتل جاوعين أنا أحتاج 50 الشاب وعندهم عقيدة قتالية الفساد الذي في الجيش دمر العقيدة القتالية للجيش على أي أساس العدلة والمساواة العدلة والمساواة عندما تعين طفل علي وأنا عمري على شهاد أننا ضد الكهنوتية وضد الإمامية وأنت تعين علي قائد إمامي أستاذ عبد العزيز اسمح نترك المجال للعقيد يحي سيادة العقيد كونك من الجيش وأيضا رئيس قطاع الإعلام العسكري فبالتالي بالتأكيد ستقف مع هذا الجيش ونحن في هذه الحلقة لسنا ضده نحن معه لأننا نريد جيش وطني حقيقي يبنى بمصداقية ويبنى بإخلاص من الصف وتكوين نواة حقيقية الكثير من الاختلالات موجودة وأنت لا أدري لماذا تجد أنها ليست اختلالات عميقة وتمس أساس الجيش وكرامته أيضا مسألة تعيين أناس لديهم أقارب هم قيادات حوثية مسألة انسحاب التحالف وعدم تسليح الجيش بما يكفي وعدم اعتباد الجيش على نفسه حتى الآن منذ أربع سنوات إذا كان ما زال يبحث عن الغذاء ولا يستطيع أن يتقدم بسبب نقص في السلاح فأي جيش وهيكل عسكري تتحدث عن مبني بصورة تجد أن لا يوجد فيها أي اختلالات من الزواجب على أفضل واقع يدرك والمطلق داخل الجيش يدرك ماذا يقول لكن المشاهد من خارج يسمع فقط يسمع إشاعات ويسمع من من يسمع لا نسمع إشاعات نسمع من مجندين سيادة العقل نسمع من مجندين نسمع من ناس محتكين ومسؤولين أيضا وأصحاب قرار يتحدثون عن كشوفات وهمية سيادة العقل سيادة العقل جرح الجيش ما زالت تتعفن جراحهم في كثير من المحافظات لا أريد أن أفتح الكثير من الملفات نحن كل يوم تصلنا رسائل وشكاوة وأنت تحولها إلى نكايات شخصية شيء مؤسف للأمانة أن يصدر منك هذا الكلام يعني كل من اشتكاه ولديه مشكلة مع قائده ولديه مجرد نكايات بالجيش الوطني شكوى الجوعة تصلنا يوميا شكوى الجرحة التي تتعفن جراحهم تصلنا يوميا أنا أحرص أي واحد على الجيش وعلى معارضة كل المشاكل نحن الذين نعامل حرصك سيادة العقيد نحن معك فيك ولكن الاعتراف بالمشكلة جزء من الحل أنت لا تجد أي مشكلة فكيف سيكون حرصك على هذا الجيش وأنت لا تجد أي مشكلة فبالتالي من الصعب أن تحل بالله عليك ما الذي سأستفيده ما الذي سأستفيده أن أشعر المشكلة لا توجد نعم أنا أريد إجابة على أسئلة ولكن لا أريد تلميع ما ليس موجودا أيضا سيادة العقيد أنا سأبعث لك برسائل من تأتينا تفضل لديك الفرصة لديك الفرصة الكاملة تفضل نعم 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 تفضل أقول له السابق في الألان هناك بعض الاقترارات هناك بعض القصور هناك مشاكل نحاول أن نعالجها كل يوم نحاول أن نعالجها ليس هناك اختياجة عسكرية ربما طردها عن ضرع الجيش ضريض أو جريح أو 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 والله نحن نحتاج فيها معركة معركة حاسمة معركة مطيرية معركة سهم اليمن والأمة العربية بأجنعها أقول يتشكل من جميع يحضر في قانون العسكري أن يكون أي لواء من منطقة واحدة المراقبطية ممنوع من الجيش فلذلك الجميع العلوية تستطيع فإذا كان هناك شخصية تستطيع الحاج فإنها تحيط بشفاءة محاقدة أما بقيتها شفاءة لا بد أن تكون ممثلة من جمهورة اليمنية تاملة أما منوح بإخبار في القانون الجيش العسكري على المناطقية ذاكب أي ألو لذلك العلوية تستطيع الجمهورة اليمنية هذا نقطة بالنسبة للموضوع يطرح أستطيع الموضوع من الموضوع التفليل أقول اليمن في حرب والشرعية ودوارب الشرعية يعرض الجميع أنها مادرة ضعيفة لكن حكومة الجميلة تحاول الآن كما سمعنا أنها تشعال لإعتماد ميزانية جديدة لأذين سعب ضعف حيث تعتمج عليها وتخصص مكسونا والرجل لإحسل حال الحال لا يمكن أن تتراجع عن المملكة العربية السعودية قيد أنه لا يمكن أن تتراجع عن المملكة العربية السعودية قيد المولاد نهما كانت الضغطة الدولية وأمهما كانت أنوا لا تنسح المملكات إلا قد خلطنا جميعا من الحوذي الحوذي شر ليس عاملًا فقط وإننا الأمة العربية ثاملة الحوذي مشروع إيراني ثالثي وليس مشروع شخصي الحوذي جريمة صلطان قبيل في جسد الأمة العربية ولا بد أن يزجع تفجج للإصالة لأنه يريد من أكبر السياسية تحايل أنه يهول الجيش الوطني وهذا بحكي عن الجيش المزبل على الفساد أو أن هناك تنطيع أو هناك فشل في الجيش أحدث الجيش الآن الذي يتشكل وتشكل حديثا فرحة التأسيس نازلنا المؤسس بلائك ونقاضي وليس الزناد الزائرة في كل محاول التفال ولكن أكثر من 35 جبهة تتجد على طول اليمن والجيش الوطني يواجه وهذه ثلاثانة أسكرية حقيقية استوارت أحاول المؤسسة الحركة التلادي الحروفية من عام أسر الزائرة وقدرت كل متلقات الجيش والحصول والآخ وليل عتم المعارض نعم ربما تركت لك المساحة الكافية سيادة العقيد نعم وللأسف لا يوجد هذا ما نأمله من الجيش الوطني لا تظن أننا نريد أن فقط نفتح مشاكل ليست موجودة أو نؤجج مشاكل ليست موجودة بتاتا لا نود ذلك سأترك ربما الحكم لأسادة المشاهدين يعني ليصدقوا ما يمكنهم تصديقه شكرا جزيلا لك العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري كنت معنا عبر الهاتف من المأرب أعود إليك وليد وليد يعني ما هي الآمال التي وضعتمها على جيش وطني حقيقي وهل يعني وجدتم جزء من هذه الآمال خصوصا بعد انهيار منظومة الجيش السابقة وحلمنا جميعا بجيش ينتمي للوطن فعلا الواقع الذي يحصل الآن ونحن نشاهد هذا الجيش البطل الذي يقاتل هذه الموليشيات المدربة تدريب عالي يقاتلها في مساحة تزيد عن 3000 كيلومتر مربع في السهل والهضاب هذا هو جيشنا الذي نريده هذا هو الجيش الذي نقول أن نبنيه وعندما نتكلم نحن عن قصر نحن لا نتنكر تضحيات هذا الجيش ولدمائه الذي سقطت هذا الجيش هو التاج رأسنا لكننا لا نريد أن يظل مثل هؤلاء كما كانوا يقولوا لعلي عبدالله صالح تمام بها فندم وكل شيء على ما يرم حتى وصل إليه الحوثيين إلى عقر داره نحن لا نريد لهذه الموليشيات أن تعود ثاني مرة لتبكين نريد جيش يحمي القمهورية اليمنية جيش خالي من الولاءات الحزبية والمناطقية والقبلية لا نريد جيش ظل يحكمه أبناء القبائل ومشائخ وفي 21 سبتمبر استلموا أوامرهم من القبيلة ولم يستلموا أوامرهم من القيادة الأعلى للقوات المسلحة والأمن لا نريد جيش يخرج القيادة الأعلى للقوات المسلحة والأمن ويطرد من صنعه أمام عينيه ولم يحرك ساكينان ظل يقول ذلك الرجل الذي يعتبر وصمة عار في جبين كل قندي شريف قال إن الجيش يقف عن الحياد ورئيس الدولة يختطف ويطرد من صنعه ويلاحق إلى عدن وذلك الجيش الذي كان يقول كل شيء على ما يرامي أفندم كل شيء تمام يتفرق نحن نريد جيش يحمي سيادة الوطن ويحمي حياظه ويحمي حياظه ويحافظ على حقوق المواطن ويدافع عنه من أي موليشيات قد تطرأ في المستقبل نعم إذن أعود إليك أخيرا أستاذ عبدالعزيز الهداشي ولا أود أن نفتح نقاط يعني يكون فيها طرف العقيدة حيال لأنه لم يعد موجودا معنا ولكن سأسألك أليس من مصلحة التحالف بناء جيش قوي وطني واحترافي لما يتم العمل على تفريغ المؤسسة العسكرية من مضمونها أولا لا تطلب من الآخر مساعدتك إلا مساعد نفسك هذا أولا يعني كان على الشرعية أن تفرض أجمدتها لدى التحالف يعني خلال أربع سنوات كان التحالف فيه في سنة الأولى يعني مستعد لبذل الغالي والنفيذ لبناء جيش وطني لكن الترافر الذي حصل في الجيش أدى ربما إلى يأسى التحالف وربما أن هناك أطراف التحالف لها مآرب أخرى لكن لنفترض أن لبعض الدول التحالف مآرب أخرى يفترض أنت أبنى البلد وأبنى الوطن أن تسعى لبناء نفسك تستغل ما يمكن أن يبدن لك الآخر لكن أن لا ترك عليهم الحقيقة أختي الكريمة أنا لا أريد أن أفتح لقاط جديدة لكن يجب عادة حيكلة الجيش المتواجد في مآرب على وجه التحديد إثنين الكفاءة العسكرية ثلاثة إلغاء التعينات المناطقية أربع إلغاء التعينات على أساس وجهات اجتماعية الكفاءة العسكرية إما حسب الأجدمية أو حسب الشهادات ضروري أن نخرج من هذا المأذج وإلا فإننا سوف ندور في نفس الحلقة المفرغة نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز الهدشي الخبير العسكري كنتم معنا عبر الهاتف من الرياض أشكلك أيضا وليد الخولاني الجندي السابق كنتم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز وشكري لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاة الله أمير اشتركوا في القناة